صباح الخير وصباحكم سعيد يجينا اليوم الخميس نهاية الأسبوع لنحكي عن توقعات الأسبوع القادم وكيف رح تكون الأجواء بما أنه بكرة وحتى الأحد المساء الأمر رح يكون ببرج التور من الأحد المساء للثلاثة بالجوزاء والأربع والخميس بالسرطاء طبعا يوم الثنين أو ليلة الثنين على الثلاثة عندنا خسوف للقمى ببرج الجوزاء رح نشوف شو رح يكون تأثيره على الأوراج الثناث من ضمن هذه الطوقعات خلينا نبدأ بمورود الحمل مورود الحمل أجواء عندك جيدة نوعا ما ممكن الهدوء يسيطر على أطلة نهاية الأسبوع ما في أخبار ما في أمور كثير مهمة لكن دير بالك من صرفك للمصاري يوم السبت الأحد الأجواء قد تكون كمان بطيئة جدا ولكن معقده بالمساء الأجواء بتتحرك عندك مع وجود الأمر ببوجة جوزاء حتى الثلاثة بتكون هي أفضل وأنشط فترة عندك لها إنجاز أهم الأعمال وأهم الأمور الحياتية والاجتماعية لكن نهاية الأسبوع مورود الحمل الأربع والخميس بدك تدير بالك على صحتك وجود الأمر بالسرطان ممكي وتر صحتك وأمورك العائلية بالإضافة لتغيير البرامج عندك خلال نهاية الأسبوع القادم خلينا نروح للمولود الثور والأجواء المولود برج التور راح تتحسن مع قدوم يوم الغد بالأمر موجود عندك يا مود التور الجمعة السبت وحتى تقريبا الساعة ستة المساء من يوم الأحد خلال هاي الفترة هي أفضل فترة خلال هذا الأسبوع لأنك تنجز أي شيء بدكية على شتى الاتجاهات عندك كرزبة وحضور قوي هلأ من الأحد المساء لأثلاثاء الأجواء راح تكون بطيئة نوعا ما فعشان هيك بدك تدير بالك على شغلك يوم الثنين والثلاثة على وجه التحديد وأثناء خزوف الأمر احذر من توقيع العقود والمناقصات المالية ودير بالك من مصري فك نهاية الأسبوع الأربع والخميس راح تكون أفضل لإلك يا مولود برج التور في نشاط واضح خلال نهاية الأسبوع القادم في عندك بعض الأحداث وبعض الأخبار الجيدة من مولود التور نروح للمولود الجوزاء ونشوف كيف الجوزاء اللي هو ممكن يكون الأقل حظا خلال الأسبوع القادم بسبب خسوف الأمر عنده ولكن خلينا نحكي لمولود الجوزاء أنه بدك تدير بالك الجمعة السبت وحتى مساء يوم الأحد في عندك بعض الأحداث اللي ممكن تكون متوترة بسبب وجود الأمر ببرج التور فدير بالك بكل قرار وبكل مبادرة خصوصا على النطاق الشخصي خلال هاي الفترة هلأ المفروض من الأحد المساء الثلاثاء الأمر عندك فتكون الأجواء منيحة ولكن خسوف القبر ببرجك يوم الأثنين رح يعطي شوية ترددات سلبية فبدك تدير بالك من عدوانيتك من قراراتك من تسرعك ومن عاطفتك لزيادة يا مولود الجوزاء خلال فترة خسوف الأمر رح تكون تحديدة من الأحد المساء لأثرثاء الصباحية تأثيرها بشكل أكبر نهاية الأسبوع القادم تبدو هادية ممكن نوعا ما بالبرامج ولكن في ضغط شغل بدك تدير بالك من أنك ما تراكم عليك الأشغال يا مولود الجوزاء بيوم الأربعة والخميس منروح لها مولود السرطان والأجواء عندك مولود السرطان خلال الأسبوع القادم رح تكون جيدة نوع عمام ممكن عطلة نهاية الأسبوع تكون هادية رايقة ما فيها الإشي المهم خلال يومي الجمعة والسبت وأيضا يعني تقريبا حتى يوم الأحد مساء الأمور بتكون جيدة إيجابية ولكن من الأحد المساء للثلاثة هلأ خصوف الغمر بالجوزاء ما رح يأثر عليك ولكن وجوده ببرج الجوزاء هو رح يوترك يا مولود السرطان فبدك تدير بالك من مساء الأحد للثلاثة من قراراتك المبادرات الصحة أيضا ونهاية الأسبوع القادم الأربعة والخميس سيكون الأمر عندك فهدول أفضل يومين رح يكونوا خلال الأسبوع الجاي فحاور تستغلهم ببعض القرارات وبعض الأمور المهمة من مولود السرطان لمولود الأسد اللي ممكن أوضاعه ممكن ما تكون تمام كمان خلال الأسبوع القادم وممكن أثناء خصوف الأمر يشتغل معه الموضوع بشكل إيجابي وبشكل جيد خلينا نحكي من الأحد مساء لثلاثة هي أفضل فترة عندك يا مولود برج الأسد لا تعمل أي شيء بدك يا لتبادر ولكن بكرة وبعده شوي فيه توتر عندك يدير بالك بإلقتك مع أفراد أينتك وأيضا على أمورك العاطفية وأيضا الأربعة والخميس نهاية الأسبوع الأمر بالسرطان فبدك تلتزر بالصمت وما تعمل أي شيء مهم لأنه الحظ ما راح يساعدك يا مولود الأسد الأربعة والخميس فإذا اتكل على التنين والتلاتة راح يكونوا ممكن هم أفضل أيام الأسبوع من روح من مولود الأسد لمولود العذراء ومرود العذراء يبدو كمان مش كتير الوضع عنده تمام ممكن الأربعة والخميس هم أفضل أيام الأسبوع عندك يعني آخر يومين بالأسبوع يكون هم الجيدين ومريحين لإلك للمبادرات ولكن زي ما احنا شايفين الأجواء قد تكون متوترة ممكن أطلت نهاية الأسبوع ما فيها أي شيء مهم لكن بدك تدير بالك على شغلك السبت والأحد ومن المساء الأحد لتلاتها بدك تدير بالك على شغلك مولود العذراء لأنه الخصوف راح يكون ببرج الجوزاء له بيت العمل فزي ما شايفين يوم الخصوف يوم الاثنين راح يكون أقل أيام حظا عندك فدير بالك من أي قرار عملي لأنه ممكن ما تكون النتيجة زي ما أنت بدك يا مولود العذراء بالنسبة لمولود الميزان الأجواء عندك خلال الأسبوع القادم ما بتكون جيدة نوعا ما وبدك تتذكر على الجمعة السبت الأحد أدول أفضل أيام الأسبوع لإلك مولود الميزان الأجواء جيدة إيجابية وفي عندك إنجاز دعمال متراكمة أما بالنسبة لإلك من المساء الأحد لا أثرتها بدك تركز شوي على وضعك العاطفي وتنتبه من المشاكسات بينك وبين الشريك حياتك يا مولود برج الميزان خلال يومي الاثنين وثرتها على وجه التحديد وأيضا بدك تنتبه على شغلك لأنه أي قرار خاطئ رح حينعكس عليك الأربع والخميس اللي هم يعدوا أصعب يومين عندك خلال الأسبوع القادم فبدك تدير بالك على شغلك بالمرتب الأولى أمورك التانية ممكن ما تهمك كثير يا مولود الميزان بآخر يومين من الأسبوع الجاي من الميزان خلينا نشوف العقرب والأجواء عندك مولودة العقرب رح تكون شوي صعبة بكرة وحتى مساء الأحد وجود الأمر بالتور جمعة سبت وحتى الساعة ستة المساء يوم الأحد هي تعد أصعب فترة عندك خلال الأسبوع فبدك تدير بالك من قراراتك كيف ردات فعلك وأيضا على صحتك فتحسن الأجواء مساء الأحد التنية والتلاتة بتكون كمان الأجواء جيدة وإيجابية وفي عندك شغل كتير والتزامات ومسؤوليات تنجح بأنك تنجزها كلها بدون أي أخطاء أما نهاية الأسبوع فبدك شوي تدير بالك من عدوانيتك وردات فعلك وأيضا بقيادتك للسيارة يا مرض العقرب بيومي الأربعة والخميس القادمين إلى مولود برج القوس اللي هو ممكن يتأثر أكثر شيء بخشوف القمر يوم الأتنين ببرج الجوزان فمنلاحظ مولود القوس الأجواء جيدة عندك جمعة سبت وحتى الأحد المساء فبدك تعمل أي شيء يعملوا خلال هاي الفترة بيكون في عندك بعض الحظوظ وبعض الأخبار جيدة خصوصا عن طاقة العمل السبت والأحد ولكن دير بالك من مساء الأحد ليوم الثلاثاء الأجواء ما بتخدمك الأمر موجود ببرج الجوزاء وأيضا في حالة خسوف فبدك تدير بالك على كافة قراراتك ومبادراتك خلال هاي الفترة بتتحسن الأمور الأربع والخميس وبترجع على وضعك الطبيعي بنهاية الأسبوع القادم من المولود القوس إلى مولود الجدي ومولود الجدي يعني وضعه تمام ببداية الأسبوع الجمعة السبت الأحد تنين ثلاثة هاي أجواء جيدة وإيجابية لإلك يا مولود الجدي لتعمل أي شيء بالدكية خصوصا خلال أطلط نهاية الأسبوع وأيضا في نهار يوم الأحد هالتنين والثلاثة جيدين للعمل لكن وضعك ممكن العاطف يكون متوتر وفي بعض المشاكل ولكن أصعب يومين قد يكونوا عندك يا مولود الجدي هم الأربع والخميس فحاول تبتعد عن القرارات على المبادرات صحتك يعني حاول تدير بالك على كافة الجبهات يومي الأربع والخميس القادمين بسبب وجود الأمر ببروج السرطان إلى مولود الدلو والأجواء عن مولود الدلو قد تكون ممكن بآخر الأسبوع أفضل من بدايته ممكن عطلة تنينة الأسبوع بدك تدير بالك على علاقتك مع أفراد عائلتك يومي الجمعة والسبت يا مولود الدلو وتبتعد عن أي شي ممكن أيضا يضر بالصحة يوم الأحد بتتحسن الأمور بفترة المساء وبتبلش فترة إيجابية يا مولود الدلو فيها حضوض كثيرة من مساء الأحد حتى الثلاثاء فهي أفضل فترة عندك خلال الأسبوع وخصوف الأمر رح يساعدك الموجود ببرج الجوزاء إيجابا وليس سلبا ففي حضوض وبعض الأخبار الجيدة الأربع والخميس أيضا عاطفية ممكن مساء الأربع تشهد بعض النقاشات والمشاكل بينك وبين شريك حياتك أخيرا الحوت الأجواء عندك يا مولود الحوت رح تكون بالنسبة لإلك جيدة خلال الأسبوع القادم إذا استثنينا يوم الاثنين فالجمعة السبت وحتى مساء الأحد الأجواء رائعة إيجابية دائمة لإلك على شتى المجالات في عندك تحركات واضحة ونشاط عالي ولكن تأثيرات خصوف القمر بتبلش عندك من مساء الأحد ليوم الثلاثاء وبتأثر على وضعك العائلي والصحي فدير بالك بهذهل الثلاثة أيام كثير منها على علاقتك بأفراد عائلتك وأيضا على صحتك خصوصا موليد عشر أدار مارس وتحديدا يوم الاثنين الأقل لأيام حظا ولكن نهاية الأسبوع بتكون إيجابية وجيدة وفيها بعض الحظوظ والأخبار استارة والأحداث اللي ممكن تكون لمصلحة إذن هاي كانت أخبارنا وأخبار الأسبوع القادم إن شاء الله تكون دائما أيامكم فل عطت نهاية أسبوع سعيدة نشوفكم يوم السبت بتواصلنا معكم على الهواء اشتركوا في القناة